على ما يبدو على ما يبدو ان موضوع الجواز ده شغل ناس كتير في حكاية الصفر لفترات طويلة فهبدأ يمكن بالسؤال ده مسألة زواج خلال مدة الصفر يجوز غير لا يجوز غير مستحب مكروه نفهم يا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم من المقرر شرعا ان العقود في التشريع الاسلامي كلها تقبل التأقيد ما عدا عقد الزواج ينبغي ان يبنى على التأبيد حلو جدا اي عقد معاملات بيع شركة مش عارف ايه كل العقود تأقيد انما اللي يبنى بالنية على التأبيد هو الزواج لا ثيما في صفافتنا الازهرية السنية طيب مشكلة فعلا ان الناس تذهب للابتعاس ايا كان الابتعاس سواء كان لطلب العلم للدراسة درجات علمية الى اخره وقطة طول المدة فهل يلجأ الى ما يقولونه في الاسئلة الى الزواج المؤقت طبعا لا انما هنا يعمل ايه ينوي الزواج الدائم المؤبد اللي هو لا يتعلق بزمن معين وإلا لقدر الله يبقى بقى زين كحل متع عند الشيعة وهذا لا يجوز في مذهبنا او ثقافتنا الازهرية السنية كان الائمة وزمان يرتحلون لطلب العلم مثلا من العراق الى اليمن الى الشام فكان الواحد يذهب لسنة واثنين وثلاثة كان يتزوج لكن كان يبقي على الزوج في عصمته ويرسل لها النفقة او طلحق به في بلده لكن لم يعهد من ائمة العلم حتى ولا من المجاهدين اللي هو الجهاد المشروع في سبيل الله ولذلك من جيد ومن نفائس ما يذكر في هذا ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارضاه كان يتفقد الرعية بالليل فسمع صوت امرأة تنشد شعرا فاحوى انها تشكو من الغربة ولولا انها تخشى الله عز وجل لفعلت كذا وكذا وكذا فقال استرجع الا حول ها لقوة الا بالليال العلي العظيم افي المسلمين ونحن على قرب من النبي صلى الله عليه وسلم من تتشبب برجل ففي الصباح دخل على ابنته ام المؤمنين السيدة حفصة رضي الله عنه قال يا ام المؤمنين كم تصبر الزوج على زوجها في فراقه فاستحت وقالت امثلك يعني كأب يسأل مثلي كابنه قال لا يا ام المؤمنين ان امير المؤمنين يسأل ام المؤمنين يعني بعيد عن العلاقات الاسرية والاجتماعية انا اسألك في المهام بتاعتنا في المجتمع انت ام المؤمنين واذكرنا ما يتلى في بيوتك كنا من ايات الله والحكمة وانا ولي الامر قالت اربعة اشهر فقال لا وقيف عرفت ذلك قالت من اية الالاء في صورة البقرة الذين يقولون من نسائهم تربص اربعة اشهر قال سبحان الله كل الناس افقى منك يا عمر فارسل سيدنا عمر علي رضو الله لما عرف ان هذه المرأة التي كانت تتغزل وتشكل وحدة ان زوجها كان من المجاهدين المرابطين في الفتحات او يعني ما نسمي الان على الجبهة اول من سن اجازة الجنود لا يزيد الجندي بنختلف رتبه في الجبهة عن اربعة اشهر هو اللي عمل كثير الرتبة مهما كانت لا تغيب يعني الرتبة او يعني الشخص لا يغيب عن اسرته او عن زوجته عن اربعة اشهر وانتبعت اليها سبحان الله جيوش العالم فنحن يا سيد الكريم امام هذه القضية نقول اولا الزواج المؤقت لا يقول شرعا قولا واحد واذا اقت عقد الزواج وقع باطلا وقع ايه ده اعراض شف رسال السلام يوصي وصية لارساء العدلة في المجتمع الانساني كله ايا كان مسلم او غير مسلم ايها الناس ان دماءكم واعراضكم واموالكم عليكم حرام خلي بالك ودي ثلاثة قوام الحياة ان دماءكم حرمة الدماء اعراضكم حرمة الاعراض اموالكم حرمة الاموال الثلاثة دول هما قوام الحياة الانسانية فبالتالي هنا بنقول ايه حضرتك نقنن اوضاعنا المجتمعية على حاسب ما يتوافق مع الشرع انما طبعا اذا كان انسان متزودا وزوجته يعني من حقها ان يعود اليها بعد اربعة اشهر لكن لو حالت ظروف ورضيت هي وصبرت وتحملت لا بس طيب